وفي قول العلماء السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج بذلك ما لم يثبت مما كان موضوعا أو مكذوبا أو ضعيفا هذا ليس من السنة لأن السنة هي كل ما ثبت إذا لابد أن يكون صحيحا بالإسناد من بدايته إلى منتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليكون سنة للنبي صلى الله عليه وسلم والسنة جمعت أهمية واحد إنه هي شارحة للقرآن ومبينة للقرآن قال الله تعالى في هذا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمَ وَتَأْتِي أَهْمِيَةَ قرآنين وذين من أجهل البشر من أجهل البشر الزوال اللي بقول له قرآن هذا يعني بانكر شنو جماعة السنة شوف البلاد بتاعت الزوال لكيف هو ما عندما علاقة بالقرآن ذات لكن حسب ما بسموهما الناس يقول له قرآنين المهم بينكرة السنة وفي نفس الوقت طيب تقول لا شرح لنا الغرآن يمسك المصحف يقعد يشرح لك من رأسه هل يعقل إن القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعقل إنه يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه هل يعقل وفيه مدى واحد عامل فيها قرآني ما أعرف يرفع الفاعل يقول لك أنا فهم الغرآن يفتح المصحف يشرح للناس محاضرات في البيوت يشرح للناس الغرآن هل يعقل ده فيهم الغرآن والرسول صلى الله عليه وسلم الربنا نزل له القرآن هزاته يكون ما فيهمه يا ناس الكلام ده ما يعقل بل عقل ما بيخش إطلاغا حمار ممكن ما يقبل الكلام خليه بشر هل يعقل ذول فاشل عاطل يفتح المصحف يقول لك أنا حفهمكم لو لأننا فهمه خلونا من السنة يشرحوا ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم ياتوا نزلوا له القرآن ما فيهم ولا يشرحوا قل لك يا لأ الرسول فيهم ونحن ما قلنا ما فيهم أها بلغوا للناس الفهم ده ولا كتموا الفهم ده بلغوا ولا كتموا ربنا ما قال ليه لتبين للناس ما نزل إليه مشان تبين ليهم والغرآن تشرح لهم تفسروا لهم أها هل النبي عليه الصلاة والسلام امتسل الأمر ده لتبين للناس ما نزل إليهم ولا خالفوا إذا قال خالفوا العامل فيها قرآن إذا كافر إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امتسل الأمر ده أمن ربنا وعمل بيه وبيه للناس وينول بيان يقول لك لا حرفوا هل يوغل إن ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيه للناس والبيان للناس كان الناس ديك بس ولا الناس إلى يوم القيام القرآن لهم كلهم القرآن قال لهم كلهم كافة للناس بشيرة ونذيرة كلهم مع الصحابة بس يبقى لابد بيان النبي صلى الله عليه وسلم ديكو محفوظ لكافة الناس هكذا يناقش البسمون قرآني هكذا يناقشون وزي داك الدجال ما سيقل له قصة السمك وطحنية ولا شنو ما عارب سمك وشنو هكذا يناقشون بطريقة علمية خلاص وإن كان سؤاله بحديثاته يمكن يكون منطقي لكن ديك شفوه زمانا سؤالك داو وجاوبوليك عليهم فإنت لابد تفهم كيف يناقش طيب وشيخ الألباني قال رحمه الله قال الذي ينكر السنة كافر كافر تب لأنه ربنا قال في القرآن وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو طيب وينو آتانا الرسول وينو نهانا عنه وينو قاعد وين ما في هل يوقع ربنا يعلم وربنا يعلم الغب سبحانه وتعالى يعلم إنه حيكون ما آتانا الرسول وما نهانا عنه ما في ويقول لنا فاخذوه وانتهوا عنه وربنا يعلم إنه حيكون ما في برضو دي نقطة تانية لا يمكن يعقل هذا الكلام لذلك الذي ينكر السنة ينكر القرآن تماما لأن هذه الآيات التي أثبتت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من القرآن فلا يمكن لعاقل أن يقول أنا أؤمن بالقرآن وأكفر بالسنة لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة في قوله تعالى من القرآن وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وتأتي أهمية السنة ثالثا أنها الرادة القرآن والسنة ولكن الكلام الآن عن السنة أنها الرادة على شبهات أهل الشبهات والبدع والأهواء شاكد علي بن أبي طالب كان يقول جادلوهم بشنو بالسنة جادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه أشكد أهل البدع دائما أول حاجة بحاول يضرب لك السنة ينفي لك كل ليه لأنه لو ما ضرب لك من البدائي ونفع لك انت حد غلبه أشكد أهل تتفقى شاطر أول حاجة تثبت له إنه في سنة قالوا يا أخ طيب من شبهاتهم قالوا طيب ما فيه حديث ضعيفة كيف يكون في سنة صحيحة كونك عرفت إنه فيه حديث ذات ضعيفة ذا دليل على حفظ السنة صحيح ولا ما صحيح كونك عرفت المعلومة دي إنه فيه حديث دي أو دي الحديث ضعيفة بجاي ودي ما مع الصحيحة البيغة دي ده من حفظ الله للسنة لو كان الجماعة دي بفهمه أصلا المبتدعة وأهل الأهواء والبدع دي دي ذاته من حفظ السنة إنه ربنا يا قيضي علماء يبينوا الصحيح من شنية معه من الضعيف شبهتاني قالوا الله يعني ما الجرح والتعديل دا ما بينفع معانا طيب كلامكم دا جرح ولا تعديل كلمة دي ذاته علم الجرح والتعديل ما بينفع معانا وما غلط وما صحيح الكلام دا جرح ولا تعديل جرح إذن هو ذاته شغال بعلم الجرح فما من مبتدع إلا وهو متناقض أبداً على وجه الأرض ما من مبتدع إلا وهو متناقض قلت بناقش واحد أردني من أصل فلسطيني مبتدع كبير بانكر السنة كلها ومن باب الطعن في علم الجرح والتعديل هو صاحب مصنع كبير جدا مدير ليه مصنع في البلد دي كبير فقمت قلت ليه حسى الآن انت لو در تدد زول بضاعة بالشيكات هم بدوا بشكاشوا بالشيكات أنا بعرف بتددوا بالسائي بس هبتلي محمد والدحمة أمسك تددوا عشر مليار بضاعة ولا لابد تستخبر عنه وتكون عندك معه تجارب وخبرة وعارف عنه وسائل عنه وعنده معاك تجارب صحيح ولا ما صحيح دماء التعديل زاد بس ده في أمر الدنيا ده في أمر شنا جماعة الدنيا أما في أمر الدين عنده قواعد تختلف وأصول وثوابت وضعاء العلماء أدق بكثير جدا من أمور الدنيا من الذي في أمور الدنيا وأمور الأموال وما من إنسان اللي تلقاه بجرح وبيعديل كان في دنيا ولا في دين في الدنيا ساكت يجي واحد يتقدم لبتاخوه وهو عمها آه كيف يا عم البت والله خلونا نسأل منه دماء الجرح والتعديل زاد لكن بس ما زيداك يعني لكنه في النهاية نوع من نوع الجرح وشنو والتعديل خلاص إمشي يسألوا عنه والله يشرب بانكو ويجو راجعين ما بصلي وهازو لما بصلي ما تدو البت ماذا أنتو بتجرحوا فيه أنتو على كيفكم تجرحوا والعلماء بتعين الدين ما يجرحوا وما يعدلوا والناس اللي ينكروا الجرح والتعديل دين هم بجرحوا علماء الجرح والتعديل هم زادهم يقول لك عني شنو البخاري يجرح يقول هذا كذاب وهذا كذا وهذا ليس بصغة ليه يعني يقول ليه كذا يقول لك وين الكلام دا تلقوه بجرح في البخاري زاد شو بنز الترابي وجماعة دين الضالين دين هم ينكروا علم الجرح والتعديل وهم يجرحوا بالباطل وبالكذب ويعدلوا بالكذب والباطل والنفار صحيح ولا ما صحيح ترابي ذا جرح الحكومة كلها لما انشأتوا برقا لقد ارتدت حكومة الإنقاذ قابضوا الجماعة شرجو وقال لا ما قصدت أنها كبرت وارتدت وإنما قصدت أنها ارتدت كما ترتد الكرة من العارضة قاعد يضحك في النهاية بجرح صحيح ولا ما صحيح هو جرح باطل لكن في النهاية يجنو بجرح فما من إنسان ينكر نذر أسببت لك المعلومة دي ينكر علم الجرح والتعديل إلا تلقى بجرح ويعدل بالباطل وبالكذب وإنكار لعلم الجرح والتعديل في حد ذات جماعة جرح لعلماء الجرح والتعديل وللجرح والتعديل أجل كذا ابن حسيمين رحمه الله نقل عن ابن تيمي رحمه الله في در تعارض العقل والنقل إنه ما من صاحب فدع إلا وهو متناغد وما من صاحب فدع إلا وتستطيع التردع اليوم من كلامه بس من كلامه ذات أمسك أي زور الشيعين القالوا ما في إله طيب ما في إله كيف يعني طيب أنا نقول لهم الموبايل ده ما عنده صانع إلى مدين كاينة لا هنغاري لا فنلندي لا غيره كيف تقولوا كلام ده إن تناس جهلة بتعندقون يقولوا لنا كذا لأنه موبايل متطور واتسابوا الرسائل تطير مننا تصل الجابون وتمشي أمريكا وتجيك راجع وتراكت في السرير كيف يكون ما صانعوا زون يقول لك النظام الدقيق ده لا بد من صانع طيب يا مع الكون ده الخريف في شهور معينة ويجيف والشتاة في شهور معينة والصيف شفت كيف والنيل ده يفيد يتملي في شهور معينة وينقص في شهور معينة والهوى في الشتاة يقلب من اتجاه معين لابد والصيف في اتجاه آخر عكس معين والشام يجيب تشريك يوم الصباح من جهة معينة وبتغرب في جهة معينة والسحاب ده ربنا يرسله يقول لي نزل المطر هنا ينزل وهناك في بحر ما ينزل ما ينزل في نفس اللحظة هنا المطر صابة هناك ما صابة وفي لحظة تانية هناك صابة وهنا ما صابة ده معقول يكون ساكن يا أخي نفسك دي جسدك ده وفي أنفسكم أفلا تبصرون جسدك ده شوف العيون دي شغالة كيف وشوف ما كان القعدة فيه ذاته اتخيل لو العيون كانت في الكرعين تحت في باطن الكرعين كان بتستفيد منها زي ما العيون هنا قعدة في الرأس والرأس ذاته قعدة فوق الجسد وقعدات كده زي الكشافات وربنا جاعل الرقبة دي تتلفت تلف عشان تشوف بجاي في طحنية وبجاي في الرز تقدر تعاين وتلهط ده معقول كله يكون ساكن معقوله يا معادي يكون صدفة والموبايل ده إذا كان عجيب فالذي صنعه أعجب الصنع الموبايل منه بشر فإذا كان هو المصنوع عجيب معناته الصنعه دي شنا جماعة أعجب أعجب وزكي إنسان زكي خلاص فإذا كان الموبايل العجيب ده لابد له من صنع فالصنع له أعجب هو الإنسان وهذا الإنسان الأعجب من الموبايل الخالق له أعظم صحيح أو لا ما صحيح ده بس براحة كده لا قلنا هسا آية ولا قلنا حديث لكن دي الناس طير يا أخوة مع الاعتذار للطير زاد زولي جي كباري مش أنا بيقول لك ما في سنة لا في سنة مش رجالة فيه نحلها كيف أما لو دائر علم بنوريك بالعلم لكن ساكت ما فيه ياخد ترابي يغيب محاضرات ويضرب السنة بعضها ببعض وعنده شوفه على ما دلها فيه في الراديو في الراديو في الإزاعة بتاعة الراديو أعجب أبو بكر عبد الرازق وشوفوت معاه قاعدين ينكروا السنة سنة النبي عليه الصلاة والصلاة يقول لك البخاري كذاب ما ما في بخاري شوفه مسلمة بس رجالة بس رجالة والله لا فيه لا عندهم دليل لا عندهم آية لا عندهم شيء يستدلوا بيه بس كده بس رجالة ويضحكوا وفي نفس الوقت تقول لها المرأة تصلي بالرجال يقول نعم طيب الدليل شنو يا بليد يقول لك حديث أم ورغة هذا سنة علماء سنة ومنه لقى لك أم ورغة صلت بالرجال أم ورغة صلت بالنسوان في البيت لأنه ما كان في راجل من الصحابة بيصلي في البيت لأنه الصحابة كان بيبشوا في المسجد كلهم يخل المنافقين بعضهم بيبشوا في الجامعة الصحابة يقعد في المسجد كيف ربنا قال عن المنافقين ناس ابن سلول والمجارم الكبار الكفار ربنا قال عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كون سعلا يرأون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ده المنافقين الكفار إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ربنا قال عنهم كده بعد ده بيصلوا في الجامع صحابة يكون قاعد في البيت كيف يعني صحابة جليل يكون قاعد في البيت كيف فده الناس محتالين كذابين يضعب صحابة البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ويصح حديث في سنن أبي داود ده تناغض ولا ما تناغض مع أنه ذلك حديث أصلا حسن حسن والألبان يعني صحيح يعني خلاصة الكلام خلاصة أن نقرب للناس المعنى يعني صحيح خلاص لكن الأصحى حديثنا جماعة البخاري والحديث الجاب من أبي داود ما فيه ذاته صلت براجل واحد ولا بشافع صغير ما فيه طفل صغير صلت بيه ما فيه رضي الله عنها لكن ناس هدفهم يا ناس ترابي وجماعته والأخوان المسلمين كلهم والجماعة اللي يقول لهم قرآنين وعندهم علاقة بالقرآن والسنة الهدف هو تدمير الإسلام وهدم لا إله إلا الله محمد رسول الله اليهود لما لقوا من بر ما يقدر يحاربون بالمدافع والرشاشات زي ما هم يريدون فصلطوا لنا دا ساقو قرروا في السربون تسربا وجراجع وداك الليلة صادق المادي كاتي في الجريدة دا الميكرة السياسي مش كدا وليس ما شنو قال شنو لقال فيها كلام قال أيوة قال بحرم تعدد الزوجات يعني خلاصة كلامه صادق المهد قال الدليل النبي صلى الله عليه وسلم من عربنا بطالب إنه يعدد فاقبضت فاطمة رضي الله عن الجميع وداكزي الحديث البخاري انت تكذب والبخاري قائد حديث البخاري ومسلم أبو داود وغيره ومسند أحمد الحق القصة شنو القصة إنه علي بن أبي طالب هو زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء يخطب بنت أبي جهل بنت أبي جهل يقال اسمها جويرية ويقال اسمها جميلة المهم فما شاء يخطب فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك من ابنته فاطمة رضي الله عنها فصعد المنبر وقال أما بعد شو القصة هي رد على الصادق المهدي القصة ما فيها تحريم للتعدي النبي عليه الصلاة والسلام منع إنه بنت أبي جهل وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عند رجل واحد لا سبب مش لأنه التعدد حرام عند الرسول الرسول عنده تسعة زوجات يكون التعدد عنده حرام كيف صادق المهدي انت بتفهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسعة زوجات يكون محرم التعدد كيف تفهم كيف انت انت قاله سندقالية ولا شنو ده دين ياخ نزل من السماء طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وأول حاجة رد على الشبهة أجاب لنا الليلة الصادق قال ما هذه زادة قال لما بعد فإني لا أحرم حلالا والله زي ده مكتوب ولا أحل حراما قال أنا ما بحرم حلال ربنا شرعه قال لي واشنو التعدد طيب ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنه علم نبي طالب يتزوج بنت أبي جهل وبنت أبي جهل المسلمة ليه نهى وهي ما عندها زنب لكنها لي علة أخرى قال ولكن أخشى أن تفتن فاطمة في دين يعني ووالله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر وغير من العلماء يتكلموا دي الناس بيفهموا دي العلماء تقالوا ترنقع زي دا قال في النهاء الزواج بيكون في علاقات بين شنو جماعة بين الأسر فأبو جهل أبو جهل دا شنو دا فرعون الأمة دا كافر ساخد دا فرعون الأمة دا زعيم الكفار ذاته فده وغير من الكفرة خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفتن فاطمة بسببهم في دينها دا الموضوع وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم قال إني أخشى أن تفتن فاطمة فده زول دجال ساكن الصادق المهدي دا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدد انت ما عندك قدرة اترزع قد اترزع ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء دي آية مثنا ربنا بدأ بإثنين كمان وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة لكن العلمانين الآن شاءوا أم أبو أم أبو دائرين إن الفاحشة تشيع في الأمة جماعة تزني والزينة يكتر وأبناء الزينة يكتروا ليه؟ أشان يحقوا أغراضهم في دمار الإسلام العلمانين العلمانين دائرين يدمروا الدين دائرين يدمروا الإسلام دائرين يكسروا لا إله إلا الله محمد رسول الله وما هيقدر هؤلاء المجرمين والحمد لله السنة رد عليهم سأكدهم ما دائرين وأنا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جدي مشيخ أحمد البدل شكرا